مشروع عمل تهديد أمني مغادرة البلاد ثم تطمينات حكومية فعودة ثم استهداف آخر يعقبه مغادرة هكذا تبدو خريطة عمل شركة أكسين موبيل النفطية في العراق والعملة لعادة تأهيل الحقول النفطية وزيادة إنتاجها ضمن عقد عمله يمتد لثلاثين عاما وبقيمة مالية تصل لثلاثة وخمسين مليار دولار خلية الإعلام الأمنية ذكرت أن هجوما صاروخيا استهدف مقرات السكن والعمليات لشركة أكسون موبيل في حقل برجسية غربي البصرة أسفر عن إصابة عمال عراقيين في الوقت ذاته بادرت فيه الشركة بإجلاء وسحب عمالها الأجانب من موقع العمل الاستهداف الأخير جاء بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء عاد العبد المهدي عودة الشركة إلى العمل من جديد إعلان عبد المهدي تزامن مع توجيهات أمنية عالية المستوى صدرت من القائد العام للقوات المسلحة إلى الأجهزة الأمنية وقادة العمليات نصت على ملاحقة المسلحين والخارجين عن القانون الذين يقومون بعمليات إطلاق الصواريخ بين فترة وأخرى مربكين العمل السياسي حسب ما يصفهم رئيس الوزراء موجها بسرعة الوصول إليهما وتقديمهم إلى القضاء وهذه ليست المرة الأولى التي تجلي فيها أكسن موبيل عمالها فقد فعلت الشيء ذاته في آذار الماضي عندما أجلت عامليها من حقل القرنة النفطية بسبب التهديدات الأمنية لكنها عادت مرة أخرى بعدما طلبت من الحكومة العراقية تكثيف الحماية الأمنية في مواقع العمل والإقامة لكن الاستهداف الأخير ربما يبرهن فشل التعهدات الحكومية بتوفير الحماية فيما يبقى خيار الشركة في العودة إلى العمل مرهون بمدى جدية في تحصين المواقع والعبار النفطية من الاستهدافات المتكررة أرشد الحاكم الرشيد الفضائية ترجمة نانسي قنقر